أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان رح أتكلم اليوم عن النظرة الأبدية هذه النظرة الخالدة هذه النظرة اللي بتتخطى المحسوس أو الملموس بتتخطى أي عقبات أو مستحيلات وهذه أيضا يعني فوق اللامرئيات طبعا مش بتكلم كلام أوهام هذا كلام كلمة الله في الكتاب المقدس خليني أقرأ بعض الآيات بقول عن موسى رجل الله بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسبا عار المسيح غنا أعظم من خزاء مصر لأنه كان ينظر إلى المجازة بكمل بقول في آية 27 عبرانيين 11 بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى يرى من لا يرى طبعا موسى كان واحد من أعظم رجال الله تهذب بكل حكمة المصريين مكتوب عنه ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى يعني هو طالع من كل أمجاد مصر وأمجاد العالم وكل ذهب وحكمة وكل إمكانياتها كان كل نظرته إلى الرب الذي لا يرى مكتوب أحبائي عن يسوع المسيح مكتوب ما في أي حد رأى إلا الإبن الذي هو في حضن الآب هو خبر وبتعرف حتى في العهد القديم كان تركيز الناس على الرب يعني بتكلم على الناس الروحيين مثلا لما تركوا مصر كان لازم يمشوا وراء عمود النار اللي كان بيرمز لحضور الله وكمان كتير مرات كان يمشوا وراء تابوت العهد تابوت يعني مقصود مش تابوت اللي هو صندوق من خشب الصند مغشى بالذهب اللي كان في حضور الله ولازم يكون في مسافة حتى يشوفوا هذا التابوت فكان لازم كل الأنظار تكون على مكان حضور الله أو بعمود النار ويمكن برح نحكينا عن النظرة المخلصة أن كل واحد لدغ من الأفعى كان لازم ينظر إلى الراية إلى الحية النحاسية اللي كانت ترمز كما قال يسوع وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان يعني بكلمات بسيطة الكتاب المقدس بطالبنا أن نركز نظرنا على الله في عبرانيين إصحاح 12 مكتوب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله فبطالبنا بقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ونسلك كما سلك ذاك وهكذا أحبائي إبراهيم خليل الله صديق الله مكتوب يسوع قال عن إبراهيم رأى يومي فتهلل وبعدين في نفس الرسالة في العبرانيين مكتوب عن إبراهيم أنه رغم كان عنده أملاك كثيرة لكنه تغرب في أي عشر عبرانيين 11 لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله لاحظ أن إبراهيم كان بينظر لأورشاليم السماوية موسى كان بينظر لحضور الله كان بينظر لأمور السماوية وهكذا الشعب القديم كان بينظر إلى عمود السحاب أو عمود النار اللي بيرمز لحضور الله وهكذا في العهد الجديد بقولنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع يسوع طبعا يسوع المسيح مشان هيك أحبائي محتاجين نطلع من الجسد ونسلك في الروح نمتلق من الروح القدس وحتى يكون إلى نهاية النظرة الخالدة النظرة الأبدية في عدة أمور لازم أتخلى عن الإرادة الذاتية وأخضعها للإرادة الإلهية شيء تاني لازم أتخلى عن الحكمة البشرية الحكمة الإنسانية النفسانية الشيطانية مثل ما بقول عنها الرسول يعقوب وأركز على حكمة الله من فوق العالم لم يستطع أن يعرف الحكمة يعرف الله من خلال حكمة العالم فمثلا الصليب لم يستطيع أن يفهموا الصليب بقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله بعدين بكمل بقول نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة لأنه حاولوا يفهموا بحكمتهم ولم يستطيعوا أن يفهموا حكمة الله وما هو الغرض من موت المسيح وقيامة المسيح فإذا أنا محتاج أتخلى عن الحكمة البشرية الإنسانية ثم أتخلى عن النظر إلى المحسوس أو الملموس يعني إلى الأمور الطبيعية لأن الإنسان الطبيعي مكتوب عنه لا يفهم ما لروح الله فإذا عشان أفهم الرب أنا محتاج أمتلئ من الروح القدس وتكون نظرتي وفكري كله فكر سماوي بقول الكتاب المقدس لذلك لا نفشل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما فإن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية وأما الأمور التي لا ترى فأبدية فكتير من الناس بركزوا على المحسوس والملموس وعلى العالم وعلى كل الظروف المحيطة لكن إذا حلقنا مثل النسور نستطيع أن نرى بالعين الإلهية ويكون عندنا التمييز الروحي والحس الروحي والفهم الروحي والبعد الروحي والعمق الروحي والإدراك الروحي والآفاق الروحية نستوعب فكر الله وإرادة الله حتى نردء الله والرب يصبح لذتنا مكتوب تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك مشانيك لازم تتخلى عن إرادتك الذاتية عن حكمتك البشرية عن النظر إلى الأمور الطبيعية وتخلى عن السلبية يعني خلي تفكيرك إيجابي لأن الله معنا أحبائي والرب هو اللي بيساعدنا نشوف الأمور بعين الإيمان لأننا لا نسلك بالعيان بل بالإيمان عندما ترى بعين الإيمان تستطيع أن ترى أمور أعظم يعني رح تشوفوا أمور أعظم قال الرب يسوع المسيح مش بس يتكلم عن ملائكة صاعد نازلة لكن لما تمتلئ من الروح القدس تستطيع أن تدرك وتشعر يعني محبة الله وفكر الله وإرادة الله حتى تسر الرب من كل قلبك أنا بدعوك اليوم أنك تشوف الأمور بمنظر آخر كتير ناس عم تتساءل هل الله موجود؟ هل الله بيسمع صلواتي؟ ليه الله تاركني؟ لماذا تنساني كل النسيان؟ وهل الله فعلا بيهتم فيي؟ ولا أنا مجرد على الهامش ومتروك؟ واضح أحبائي أن الله مشتركنا ولا مهملنا الله بيوسع أفقنا حتى ندرك بالعين الروحية أمور أعظم لأنه مكتوب ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده صلي قل له يا رب يعني زيل كل معطل من حياتي مكتوب بالروح تميتون أعمال الجسد امتلئوا من الروح ولا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب صلي أنه الرب يفتح عينيك الروحية وبصيرتك الروحية ويفتح ذهنك لفهم الكتاب ويفتح حياتك تستقبل يسوع المسيح ادعوه اليوم إلي حياتك قل له تعال يا رب أنا بتوجك اليوم رب وملك على حياتي وتأكد أنه الله رح يساعدك عندها بتبتد تدرك وتشوف أمور غير عن اللي بتشوف هالناس بتشوف السياسة بتشوف حتى الوباء وبتشوف الأمور حتى لو كنت أنت مظلوم في بلد فيها الظلم بتشوف في منظار روحي بيختلف عن النظرة المؤقتة أو النظرة المحدودة ربنا يفتح ويكشف عن عينينا ويفتح أزهاننا حتى نشوف يسوع المسيح هو الكل في الكل ربنا يباركك وياريت يعني يعني تحط لايك وتعمل شير على هذا الفيديو والرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر